الشكور مع كرم الله تتغير المسائل الحسابية لأنه كرم لا يخضع للمعادلات الحسابية بل للفضل الإلهي الشكور من المؤكد أنه قد سبق وأزديت لأحدهم معروفا ثم تنكر لك نسيك مباشرة لم ينعكس ذلك المعروف على صفحات وجهه بقى مقطبا كما كان تجربة مؤلمة ولا شك الحياة مليئة بهؤلاء الذين لا يعرفون كلمة شكرا ولا يتقنون النطق بعبارة أحسن الله إليك وتعتبر الإبتسام لديهم من علم الغيب دعهم فعمرك أقصر من أن تضيعه في لومهم أو التفكر في مملكة النكران التي قرروا العيش فيها وانصرف إلى الشكور سبحانه لتحيي أزاهير قلبك التي حطمها هؤلاء عش مع الشكور تأمل ظلال هذا الاسم العظيم انصح تجعودات الحياة المتعبة بمعاني هذا الاسم الجليل إذا أعطاك أدهشك سبحانه يشكر عبده على ما قدم من عمل صالح وكلمة عمل صالح لا حدود لها تكاد لعظمتها واتساعها تملأ ما بين السماوات والأرض فهو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح الذي فيه صلاح دنياك وآخرتك فإذا عملته يكون سبحانه هو المستحق لشكرك لدلالتك عليه وتيسيره لك وإصلاح حالك به أليس كذلك؟ ولكن بقرمه هو من يشكرك عليه فهل في القرم مثل هذا؟ وهل في الجودي قريب من هذا؟ كيف يشكرك؟ هذا سؤال تفنى الأعمار دون الإجابة عنه فكما أن ذاته سبحانه لا تدركها الأبصار فإن أسماؤه وصفاته لا تدرك كيفيتها ومنتهى علمها العقول ومع ذلك فلنا من باب التفكر والتدبر النسيح مع هذا الاسم العظيم نستجلي ظلاله في حياتنا فمن شكري سبحانه يغفر الزنوب ويسطر العيوب يوفي الحسنات ويعظم الأجور يعطي الصحة والعافية والأبناء والمال والحياة الهانئة يرزقك الزكر الحسن والسمعة الطيبة يستجيب دعواتك ويشعرك بقربه ويؤنسك به يشفيك من أسقام مات غيرك بمثلها ويرفع عنك بلايا تضعضعت نفوس غيرك بأقل منها يهديك إلى الحق وقد ضل الكثير عنه ويسبتك على الهداية وقد زاغت عنها أفئدت من هم أسكى منك وأعلم منك وأقدم في الإسلام منك مسألة حسابية اقرأ وتخيل مسل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمسل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة هل انتهت؟ لا والله يضاعف لمن يشاء سبحانك حبة في العمل تتحول بفضله وبكرمه وبشكره لك إلى سبعمائة حبة في الأجر والسواب كيف واحد يساوي سبعمائة تعمل صالحا يستحق أجرا مثله فيأجرك الله مثله سبعمائة مرة ويضاعف لمن يشاء مع كرم الله تتغير المسائل الحسابية لأنه كرم لا يخضع للمعادلات الحسابية بل للفضل الإلهي سبحانه إذا أعطاك أدهشك وإذا أكرمك أزهلك ومنزى الذي لم يعطيه العظيم ويكرمه الكريم نحن في كل لحظة من حياتنا بل في كل جزء من اللحظة نستقبل ما لا يمكن إحصاؤه من العطايا والهبات واذكر في الكتاب هؤلاء أنبياؤه عملوا الصالحات وجاهدوا لتبليغ كلماته فشكرهم بأن أعلى ذكرهم وجعلهم قدوات يقتدى بهم وخلد قصصهم وعبرهم في أعظم كتبه وحمى أعراضهم فلم يبح لأحد أن يستنقص من قدرهم أو أن يصيء الظن بهم وغير ذلك من شكره لهم سبحانه وتعالى ولذكرهم في كتابه مزية أستشعرها دائما عبد من العبيد خلقه الله بقدرته لم يكن شيئا مذكورا ثم يقول عنه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد واذكر في الكتاب إدريس إنا وجدناه صابرة توقف قليلا أكمل الآن نعم العبد الملك العظيم يقول عن عبد من عبيدة نعم العبد يا الله ما أعظم قرمه إذا أراد أن يكرم وإذا نظرت إلى شكره سبحانه لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكيف أنه قصم له رحمته أهم يقصمون رحمة ربك واختصه برسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته وكان معه في جميع أدوار حياته والله يعصمك من الناس وجمله بأجمل الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم بل انظر كيف أنه قرن اسمه باسمه في الآزان وفي الشهادة قال حسان وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤز أشهد وشق له من اسمه ليجله فزو العرش محمود وهذا محمد وهؤلاء الصحابة الذين بزلوا أرواحهم وأعمارهم وأموالهم نصرة للدين شكرهم بأن جعل الكلام فيهم من علامات النفاق ورضي عنهم وضاعف أجر أعمالهم وعدلهم جميعا بلا استثناء وجعلهم خير القرون وقال فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال وكلا وعظ الله الحسنى والأحاديث في فضل عمومهم وأعيانهم أشهر وأظهر من أن تزقر وكل هذا شيء من شكر الله لما قاموا به من تصديق وجهاد وبزل مسقال الزرة فكما يشكر الكريم من عمل معروفاً فكذلك سبحانه وله المسأل الأعلى يشكر شكراً يليق بقرمه وبعزته وعظمته شكراً لا كالشكر فهو شكور لأن الشكر الواحد منه أعظم من كل شكر وهو شكور لأن العمل الواحد منك يشكره المرة تلو الأخرى وهو الشكور لأنه يشكر العمل الكبير والعمل الصغير بشرط أن يكون خالصاً صواباً فهو لا يشكر الأعمال العظيمة فقط بل حتى مسقال الزرة بل حتى مسقال الزرة منك يشكره وينميه فمن يعمل مسقال زرة خيراً يرى فقد أدخل امرأة الجنة بشق طمرة وبغياً بأن سقط كلباً وسالساً كل حياته زنوب فأمر أبنائه أن يحرقوه ويزروه بعد موته خوفاً من أن يعزبه الله فأدخله الجنة بأن خاف منه ورابعاً ليس له إلا حسنة واحدة لأنه تصدق بها على صاحبه وخامساً قتل مئة نفس لأنه هاجر إليه ومن شكره سبحانه أن يعجل بسواب المتصدق فيرزقه بركة ويغضق عليه من نعمه يخبرنا عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل صدقة عبده بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه وهذا من شكره وفرحه سبحانه بطاعة عبده يخبرني أحد سكان المنطقة الشرقية قبل عشر سنوات عندما كنا واقفين عند مدجر شهير عن قصة ذاك المتجر يقول كان صاحبه موظفاً عادياً يجمع من مرتباته وتجمع زوجته من مرتباتها كي يبنو بيت العمر كما يقال ولما شارف المبلغ أن يجمع صلى الزوج في مسجد وسمع كلمة من أحد الدعاء حس فيها على بناء المساجد وأنه من بنى لله مسجداً ولو كمفح صقتات بنى الله له بيتاً في الجنة وقعت تلك الكلمة من الرجل موقعها فانصرف من ليلته إلى زوجته وأخبرها بنيته أن يجعل كامل المبلغ في مسجد يبنيه فإذا بزوجته تدفع له ما لها عن طيب خاطر وتطلبه أن تشاركه في مشروع المسجد لك أن تتخيل كيف تغير خطتك التي بزلت لأجلها عرق سنين في ليلة ويكون ذلك التغيير لله ونابعاً من قلب حي يريد الله والدار الآخرة يقول صاحبي بعد بناء المسجد أخذوا في الجمع من جديد ولعل فكرة التجارة قد طرأت على عقل الزوج فافتتح متجراً صغيراً فإذا بالزبائن يأتون من كل مكان وإذا بالأموال تنطر عليه فوسع الرجل متجره ثم بعد مدة فتح له فرعاً ثم الثاني والثالث يقول صاحبي والآن له في المنطقة الشرقية فقط سلاسة عشر فرعاً وهذا الكلام قبل عشر سنوات سبحان الشكور سبحان من لا يخصر أبداً من يتاجر معه لقيت رجلاً قال لي إن اسمه فلان ابن فلان الروحيلي فقلت له ممازحاً هل أنت صاحب محطات الروحيلي الشهيرة في مدينة جدة فقال لي لا ولكنه قريبي ثم قال سأخبرك بقصة الروحيلي هذا كان في بداية حياته كثير الصدقة على الفقراء وكان يعول الأيتام وكان محسناً على بعض أهله إحساناً زائداً ثم فتح الله عليه فكانت له هذه المحطة وغيرها من الأعمال التجارية الناجحة هذا ما يعمله الشكور الحميد سبحانه أنفق أنفق عليك يقول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة يجب علينا أن نؤمن بهذا الكلام إيماناً عميقاً وهذا ربنا يقول في الحديث القدسي يا عبدي أنفق أنفق عليك فإذا وضعت ريالاً في كف فقير فصق أن الله سيضع لك من فضله ما يوازي بل ويفوق ذلك الريال صحة ورضى وعطاء وفضلاً طالب جامعي فقير سمع وهو يسير لصلاة الجمعة رجلاً يهتف بكرب صندوق التبرعات ويحس الناس قائلاً عبدي أنفق أنفق عليك فاتش جيبه فإذا بصروته كلها خمس ريالات فأخرجها وأودعها صندوق التبرعات كان في قلبه صوت اليقين يقول لقد أنفقت يا ربي بفقري فأنفق علي بغناك في المساء زار أخاه فأخبره هذا الأخ دون أن يعلم بحاله أن جمعية مالية قد حلت في حسابه وهو لا يحتاجها كلها وبعد ممانعة استقطع منها ألفين وأعطاها صاحبنا لقد أنفق الله عليه قرأت قديماً في إحدى المجلات قصة كتبتها صاحبتها أن سائلاً طرق بابهم في صباح يوم فأخرجت من محفظتها آخر مائة ريال وأعطتها ذلك السائل وكانت روحها تهمس يا الله العشرة أضعاف العشرة أضعاف دخلت المطبخ وصنعت فطوراً لها ولزوجها استيقظ الزوج وجلس على المائدة وبينما هو يتناول طعام الإفطار إذ به يتذكر ويقول هناك على تلك الطاولة ظرف لك استلمته البارحة من البريد قامت الزوجة لترى ما في الظرف فإذا به شيك بنكي أجرت مقالة تتبتها في إحدى الصحف ومن العجيب أنها كانت ألف ريال عداً ونقداً وفعل الخير وإني أعيزك أن تكون تعلقاتك وإراداتك كلها دنياوية فكثير من الجزاء يدخله الله لك أحوج ما تكون إليه في الآخرة ومن أوضح صور الشكر الرباني هو ما اقترن ببر الوالدين من تيسير في العيش وتوفيق في جميع الشؤون حتى كأن النجاح في الحياة حصر على أصحاب البر يمكنك أن تستعرض من تعرفهم من الناجحين ستجد بر الوالدين جامعاً مشتركاً بينهم ولابد يقول سبحانه وفعل الخير ومهما كان هذا الخير صغيراً فإن الشكور يشكره فمن يعمل مثقال زرة خيراً يرى لا بد أن يرى جزاؤه ومع أن الزرة لا تكاد ترى إلا أنك إن فعلت خيراً بقدرها فإنك ستراه يوم القيامة ينتظرك ليبهجك به سبحانه ويربط على قلبك في يوم يجعل الولدان شيبة عندما تحرس أن تطفي أنور سيارتك عند إشارة المرور حتى لا تزعج منهم في الشارع المقابل قد لا يعلمون بمقصدك بل حتى لا ينتبهون لفعلك لكن احذر أن تظن أن الشكور لن يكافئك كيف لا يهم من الممكن أن مرضاً كان سيخطف بصرك أو حادثاً كان سيطلف سيارتك أو مشكلة كنت ستقع فيها وقاق الله منها شكراً على صنيعك النبيل حرصك على فتح الباب ليلاً بلطف حتى لا تزعج النائمين انتظارك وأنت ممسك باب المسجد لكبير في السن حتى يدخل تفاديك أن تدهس قطة عابرة ابتسامتك لطفي ترتيبك لغرفة في منزلكم دعائك لمسلم مات بسبب أنك متيقن ألا قريب له يدعو له إغلاق صنبور ماء كان غير محكم الإغلاق رفعك غصناً ملقى على الأرض كل هذا من الخير وفعل الخير أسكت ومن أجل وأحسن الخير أن تمسك المصحف لتلاوة وردك ثم تقع عينك بل يقع قلبك على خير يحسك على فعله فتضمر في نفسك ألا ينقضي يومك ذلك إلا وقد أتيت منه ما استطعت إنك بذلك تفعل أعظم ما يمكنك فعله إنك تفعل الشيء الذي لم ينزل الله القرآن إلا لتفعله أما إن سألت عن أعظم خير يمكنك فعله فهو أن تسلم وجهك لله أن تحيا مسلماً وتعبد الله مسلماً وتعامل الناس مسلماً وتنظر وتتكلم وتشعر مسلماً ثم تموت مسلماً سئل الإمام أحمد من مات على الإسلام والسنة مات على خير فقال لسائله أسكت بل مات على الخير كله يقول سبحانه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أي خير تقدمه لنفسك ستجد أن الشقور الحفيظ حفظه ونماه فتأتي يوم القيامة تجده عنده منفورة قد عظم وبات أكبر من يوم أن فعلته قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه لأنفسكم من خير وما يفعل من خير فلن يكفروه وفي الأسر الضعيف المتن الحسن المعني صنائع المعروف تقي مصارع السوء وهذا من شكره فلم يضيع صنيعك الحسن بل سيجعله وقاء لك عن أن تموت ميتة سيئة لذلك فشعور أنه سبحانه الشقور وأن الخير كله منه يجعل العبد على صقة بربه محسنا الظن به سبحانه إلى أين؟ قيل الأعرابي إنك تموت فقال ثم إلى أين؟ قيل إلى الله فقال كيف أكره أن أقدم على الذي لم أرى الخير إلا منه شعور عظيم ورجاء بالله كبير ذلك الذي يملأ فؤاد هذا الأعرابي يقره عليه القرآن الكريم حين يقول الحق سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله كل شيء نعم كل شيء يحوطك من الصحة والمال والراحة والتيسير والرضا هو منه وكان فضل الله عليك عظيمة تعبده ستين أو سبعين سنة أكثرها دون التكليف أو نوم أو في عمل المباحات ومع ذلك يكافئك عنها بجنة عرضها السماوات والأرض تسكنها الأبد كله فإن كان سبحانه يعطي لا على شيء فكيف إذا كان هناك شيء كيف إذا فرقت بينك وبين بقية عباده الذين يرزقهم ويتحبب إليهم بالنعم بأن عملت صالحا يرضاه عند ذلك لا يجوز لك أن تعتقد أن لن يكرمك الكريم ويشكرك الشكور ويحمدك الحميد سبحانه إنت شال سلاسة يلجئهم المطر إلى غار فيصبحون وقد أطبقت صخرة عظيمة بابه فلا يستطيعون الخروج فيبتهلون ويتوسلون إلى الله بصالح أعمالهم فيكون شكره لهم سبحانه بأن يجعل مكافأة العمل أو جزاء من مكافأة العمل جزءا من تفريج ذلك القرب وزحزحت تلك الصخرة العظيمة وما إن انتهى سالسهم حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس يبزل عيسى عليه السلام عمره له سبحانه منذ أن نطق كلمته الأولى في المهد وهو عبد لله فيتآمر ضده شرار بني إسرائيل ليقتلوه فيكون شكره له سبحانه من أغرب الشكر رفعه إليه هكذا انتشله من بؤرة الهم والمكائد والقلق وجعله في سماواته يعيش مع ملائكته وخيار خلقه إنك مع الله في ربح دائم والله هو القادر على انتشالك مما أنت فيه اعلم جيدا أن لديك من الهموم والقروب ما لا يتناسب مع النجاة منها إلا لفظة انتشال اعمل الخير لينتشلك الله به كما كان تسبيح يونس سبب انتشاله من بطن الحوت إنك تتاجر مع زي الكرم المتناهي وزي الشكر المتناهي وزي الفضل المتناهي ليس هناك احتمالية خسارة في سوق الله من يسير أمرها فكن معه ثم ارقب أفضاله وشكره لن يتركك ثق بذلك لن تسجد لله سجدة إلا ويشكرك عليها شكرا يليق به وبقرمه فقط كن معه اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك واجعلنا لك زاكرين ولنعمك شاكرين واهدنا لأعمال تجزل لنا عليها الشكرة يا شكور يا حميد